اشتركوا في القناة ما عجبك المحتوى حط لي ديس لايك يعني حاول انك تشير لانه برضو لسه ما فيها التشجيع القوي على التعب اللي انا بتعبه بس شكرا للي شاركوا ولي دعموا بالحلقة الماضية طبعا ان شاء الله اني راح اضل عند حسن ظنكم ورح نضل ماشيين بنفس الطريقة اللي احنا ماشينا فيها اللي شرح البيوت والمنازل للابراج اليومي خلينا نروح لتوقعاتنا طبعا اليوم التوقعات ليوم الثلاثاء اثنين 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 شباط اثنين فبراير عشان في ناس بيعرفو هيك وناس بيعرفو هيك القمر ما زال في منزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يمكت فيها لغاية الساعة سبعة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش طبعا كل الاوقات اللي احنا منذكرها بتوقيت جرينيش طبعا الاردن بيزيدوا ساعتين عن الوقت اللي انا بذكره فالساعة سبعة واثناشر دقيقة صباحا القمر بنتقل وبصير في منزلة الزبانية هاي المنزلة شوي فيها ضغط سلبي لانها هي للفساد والقطع والمشاكل القطع قطع العلاقات او فصل شراكة مثلا او فصل علاقة فعشان هيك هي ضغط القمر استقر موجود في الميزان وبما انه في الميزان فتأثير القمر بيكون على جميع الابراج يعني على كل الابراج في هاي الفترة او هاي الفترة افضل فترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيره دور في علاقة لسه ما استقرت بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبغسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة واعاد تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عنا زاويتين اليوم وزاويتين ايجابيات الزاوية الاولى راح تكون زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر والمشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة اربعة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت الجرانيتش وحكينا الزوايا الفلكية بنسقطها على جميع الابراج بنفس التأثير بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التثليث برضو ايجابية راح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة عشرة وتسعة وعبعين دقيقة صباحا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندي والدعم من الاصدقاء ومنتجه لتغريب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا بالنسبة لخلو المسار لشهر فبراير صار موجود في صندوق الوصف من يوم امس يعني حلقة الامس كان محطوط خلو المسار كامل لطول طيلة الشهر فخلو المسار القادم بما ان القمر موجود في الميزان خلو المسار القادم راح يكون يوم الاربعة ثلاث اثنين راح يبدأ في تمام الساعة ستة وخمسة عشر دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثنتين واربعة عشر دقيقة عصرا لينتقل لبرج العقرب اما بالنسبة لعمر القمر فالقمر انحصار المحدب لليوم وعشرين يوم في تمام الساعة ثمانية واثناشر دقيقة مساء بيصبح واحد وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمسة وسبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين منتحس بنسبة خمسة عشر في المية اما بالنسبة للقمر في الميزان حتى يوم ثلاث اثنين سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد وعشرين اثنين منتحس بنسبة خمسة عشر في المية اما بالنسبة للزهرة في الدلو حتى يوم خمسة وعشرين اثنين منتحسة بنسبة 15% المريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بنسبة 60% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أما أورانوس في الثور حتى يوم 20-6 منتحس بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر مقابلك تماما يعني أصبح الآن موجود مقابلك تماما في برج الميزان فهذا بسحب من طاقتك شوي شوي الأمور بتكون جيدة يعني عندك نشاطات معينة الغراميات هي أكثر شيء موجود المحنية والحنية والأشياء هاي هي أكثر شيء مسيطر عليك هذا اليوم أو رغبتك بالتواصل هي القوية عندك اهتمام بنفسك عالي جدا ولكن رغم هيك أنت شاعر أنه حابب تنطلق أو تعمل شيء مميز خلال الفترة هاي حاول تتحرك وتنطلق ولكن ما تتعب نفسك لأنه طاقتك هي اللي ضعيف اليوم حاول ما تدخل بأي صدامات أو عداءات مع أي شخص على أساس أنه أنت الأضعف بالفترة هاي لأنه طاقتك مش جاهزة أنك أنت تبتكر الطاقة يعني تبتكر الشيء أو يكون عندك سرعة البديهة للمواجهات حاول قدر الإمكان أنك أنت تمشيها بشكل سلمي بدون خلافات بدون نقاشات يعني احتك بالناس بكون أفضل بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا بما أنه المريخ وعندنا موجود زوايا تربيع مع كل الكواكب تقريبا اللي موجودة في الجدي واللي موجودة في الدلو يعني هو عطار الوحيد اللي بتراجع ومحترق تقريبا لأنه ما بشكل هالزوايا الكبيرة ولكن الشمس والمشتري وزحل والزهرة وبلوتو كلها تقريبا بتشكل اقتران مع بعض وبتشكل زاوية تربيع مع أورانوس ومع المريخ فعشان هيك الضغط بيجي على الوضع المالي اضطرابات على الوضع المالي أمور مفاجئة على الوضع المالي مصاريفة بتطلع من تحت الأرض ممكن أمور استشفائية تكون بالموضوع هاد ولكن ممكن تيجي للبعض فرص مالية تيجي بشكل مفاجئ ولكن الأغلب انه في مصاريف عندك رغبة أو شراها للتسوق أو للمشتريات أو لا يعني اشي تطلع فيه فلوس فيه ناس راح تتغلب بأمور الفوترة أو تنظيم وضعها المالي بدهم ينتبهوا أهم اشي انهم يبعدوا عن المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيد اليوم للاتصالات والحوارات والنقاشات عشان يقولنا حاولوا تتواصلوا وتطلعوا وتحاولوا تشوفوا الناس أكثر ممكن يكون لك اليوم تعامل مع أخ أو جار أو تواصل جيد الأجواء إيجابية وعند قدرة على الإقناع عالية جدا ولكن بس اضبط عصابك من بعض العصابين أما بالنسبة لبيتك الرابع بيت الرابع بيت العائلة شوي فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك فيه مشكلة عائلية أو توتر عائلي أو متاعب عائلية هي أكثر إشي ممكن أنها ترهقك أو توترك أو تشغل فكرك خلال هذا اليوم إما بنقاشات أو حوارات أو جدالات فعشان هيك حاول أنك أنت تكون بعيد عن المواجهات هاي أو تستثني نفسك عشان ما تزيد العصبية عندك وممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمامات أو الواجبات العائلية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة جدا وهذا الإشي بساعدك للتواصل مع الأحبة أو مع الأبناء أو حتى أنه ممكن تنجز إنجازات جيدة إلها علاقة بخروج أو تغيير جو أو ترفيه ولكن ما تبالغ بملأ ذاتك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ما زالت ضغطة شوي عليك فممكن يتراكم بعض الأعمال أو يصير فيه نقاش أو حوار ما بينك وبين أحد الزملاء زملاء العمل أو ممكن ملف عمل يتراكم أو ما تقدر تنجزه بالكامل انتبه لصحتك من بعض الأمور اللي ممكن تكون إلها علاقة بالالتهابات أو إلها علاقة ب يعني المسالك البولية أكثر إشي والصداع والالتهابات اللي بتيجي بالمفاصل أما بالنسبة للبيت السابع فهو اللي موجود فيه القمر حاليا والقمر اليوم رح يشكل زاويتين جيدة تثليت بوسعك توقيع عقد أو إتمام خطبة أو زفاف اليوم الأمور والأجواء جيدة ولكن زي ما حكينا أن التأثيرات السلبية بنقولك أنه ما ترتجل المواقف وتجنب الانتقادات وخصوصا في العمل أو مع الشركة اللي هو الزوج أو الزوجي ولكن برضو جيدة هي للمصالحات أما بالنسبة للبيت الثامن فبيت الشراكة المالية والعاطفية بشكل نوع من أنواع الضغط الكبير عليك اليوم فعشان هيك تحسين الوضع المالي أو تحسين الأمور المالية عن طريق شريك أو عن طريق قرض أو سلفة مثلا أو بيشكل عائق بالنسبة لي لك فالوضع المالي إجمالا خلال هذا النهار مش الشيء القوي فعشان هيك ممكن أنه يعني تغامر مغامرات تكون مش محسوبة فعشان هيك منقولك دير بالك من المغامرات وما تتسرع بصرف الفلوس وما تكفل وما تضمن حد بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وممتازة جدا للنشاطات والعلاقات مع أصدقاء من خارج البلد فممكن توطد علاقة أو تتواصل مع أشخاص في دولة أخرى أو في مكان آخر أو حتى بالدراسة والمراسلات النقاشات حلوة تهتم بالأمور الفلسفية والأمور الدينية بشكل كبير أو حتى بالغيبيات أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا منقولك هذا بيت السمعة مندير بالك قدر الإمكان خلال هذا اليوم من أي مغامرات غير مدروسة وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر الأشخاص اللي بدون ينتبهوا ما في داعي للمجازفات والمغامرات ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك إيش ما كانت الظروف لا بمخالفة قوانين ولا حتى بتصرفات وأفعال أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن نصير فيه خلاف وخصوصا لموليد العشرية الأولى والثانية ما بينهم وبين أحد الأصدقاء أو سوء تفاهم أو ممكن أن تحس أنه يعني مش بالشكل اللي أنت بدك إياه فهذا الخلاف ممكن يكبر في لحظة وممكن تتوتر وممكن تواجه أو أنك تهاجم حتى فحاول قدر الإمكان أنك ما تتدخل فيه شؤون الغير واتجاوز المشكلة أكم يوم بتلاقي الأمور بتصير إيجابية ممكن يتوجه لكو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط أنت ببعض الزيارات الإجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة جدا وحاميتك وخصوصا أنه نبتن اليوم بشكل زاويتين تزديس بل بلش فيهم زاويتين التزديس دولة بعض نقوة للبيت فهنا منلاقي أنه الأمور ببيت المتاعب آمنة يعني بس أنه حاول أنك ما تهمل نوعية التغذية اللي أنت من المفروض أنك تلتزم فيها برج الثور طبعا القمر هنا تحرك وصار في البيت السادس لا إليك بما أنه دخل البيت السادس وعندك كل هالزوايا اللي متجمع هايهم بشكل زوايا التربيع فموليد العشرية الأولى تحديدا وموليد العشرية الثانية هدول أكثر الأشخاص بدهم يعني يشحنوا حالهم بطاقة إيجابية يكسبوا شوي الثقة بالنفس يبعدوا عن العصبية والتوتر والمفاجئات لأنه في لحظة بنقلب المزاج عندهم في لحظة بيصيبهم نوع من أنواع التوتر أو القلق في لحظة بيكون مبسوط فجأة بصير متنكد عليه من خبر من موضوع من ذكرى من تذكر موقف معين وهذا الإشي ممكن ينعكس عليه سلبي فعشان هيك أي موضوع بعصبك ممكن يخليك تنفجر من الغضب امسك أعصابك قدر الإمكان خلي ثقتك في نفسك عالية وما تسمح لحد بإنه يستفز ذلك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على المستوى المالي والفترة هاي جيدة لبعض المكاسب المالية اللي بتيجي إما هبة أو مساعدة أو دعم أو تحصيل حقوق لا إلك وممكن أنك تهتم ببعض الأشياء اللي يكون فيه مصاريف ترفيهية أكثر يعني بمعنى أنه لا تجميل لا لباس لا تزيين لا قصة شعر يعني المصاريف بتيجي على هذا الباب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني ضاغطة على مستوى الاتصالات فعشان هيك أكثر مشاكلك بتيجي هي من التواصل والاتصالات أو ما بينك وبين الإخوة والجيران احذر أثناء اتصالاتك ما تسمح لحد أنه ينكد عليك أو أنه يستفزك طنش في الآخر بده يرضى وفي الآخر بده يمشي مثل ما بدك فما تحاول أنك أنت تضغط حالك أو تعصب حالك على شيء ما بستاهل في النهاية هم اللي بحاجتك مش أنت اللي بحاجتهم حاول أنك تمسك أعصابك إن فتح نقاش أو حوار ما بينك وبين أحد الإخوة على أساس أن الأمور ما تزيد عن حدها بتلاقي بعض الدعم من بعض الإخوة ممكن في مسألة معينة وممكن تهتم في موضوع العلاقة بالهاتف أو بالسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها استقرت شوي يعني ما فيها المشاكل الكثيرة ما بينك وبين يعني هدئة الأمور المنزلية أو المشاكل المنزلية بشكل ملموس فعشان هيكي منقول لك برضو ما تهمل الوضع العائلي خليك مفتح مظبوط على أساس أنه ما ترجع المشاكل مرة ثانية وفي نفس اللحظة حاول أنك تضبط أعصابك ما في داعي للعصبية لو صار أي موضوع ممكن صغير بعض الأعطال أو بعض الاهتمامات العائلية اللي تلفت انتباهك والاتباه الغير أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع النفقات أو القلق المالي على أحد الأحبة ممكن هذا القلق يكون مصاريف علاجية أو استشفائية أو يكون نوع من أنواع ترتيب وضع مالي معين لأجل الحبيب وفي منك رح يهتم بأمور التجميل زي ما حكينا أو بعض النزوات فحاولوا قدر الإمكان تقللوا من مصاريفكم وحاولوا تهتموا بأحبتكم الأجواء إيجابية وداعمة وممكن يصير فيه تطورات في لحظة أما بالنسبة للبيت السادس طبعا بتكوا تنتبهوا أنه يتراكم عندكم العمل اليوم ولكن ممكن أنه تجدوا بعض التعاون من أحد الزملاء أو أحد الأشخاص يساعدك في مسألة معينة أهم شيء أنك تتحاولوا تتحركوا وتحاولوا أنك تحافظوا على اللياقتكم وحاول أنك تباكر لعملك وما تلتهي عن إنجاز بعض الأعمال عشان ما تشتغل وقت إضافي أكثر الفترة هاي بتدل على إنشغلات كثيرة وممكن أنك ما تنجح في إتمام كل أعمالك نظم وقتك وما تقتصر أو تقتصد بالوقت على أساس أنه ما تتراكم الأعمال أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فبلاغ الأجواء شوي مشحونة فممكن هذا الإشي يسبب لك جدال أو نقاش أو حوار حاد أو هيك تأخذ على بالك أو خاطرك من الزوج أو الزوجة بسبب تصرف أو بسبب كلمات حاول أنك تخلي الأجواء روتينية عشان ما تكبر المشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه بتحمل بعض الأجواء الإيجابية على المستوى المالي المشترك فممكن تحصل بعض الأموال والأموال هاي تيجي من مال الشريك أو من مال الزوج وممكن تهتم ببعض الأمور الغيبية والاهدمامات بالمسائل الغيبية والعلوم الروحانية والأشياء هاي وفي منك راح يهتم بمواضيع إلها علاقة في بنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا ضاغطة يعني عليك بشكل كبير فممكن تسمع خبر من خارج البلاد مزعج جدا أو تنزعج بسبب تصرف أحد الأشخاص اللي خارج البلاد عشان هيك يحاول أنك يتمشيها بشكل روتيني اللي عنده امتحان أو عنده دراسة أو عنده سفر بده ينتبه بشكل جيد ويحاول أنه ما يغامر أما بالنسبة لبيتك يعني هنا وصلنا لبيت العاشر اللي هو بيت السمعة فمنقول لك دير بالك حاول أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف رغم أنه الأجواء إيجابية يعني ممكن أنها توطد علاقة مع شخصية مرموقة وممكن أنك ترتب أمور على مستوى اللي بيعملوا بشركات كبيرة تقديم طلبات أو شغلات لعمل جديد مثلا الأهم أنك ما تجازف وما تغامر وما تدخل بأشياء مشبوهة وما تدخل بنقاشات حادة رغم أنه ممكن تسمع إطراء من رئيسك بالعمل أو زميلك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا منلاقي أنه الأمور لها علاقة بالوضع الاجتماعي رح تنشط ببعض المسائل الاجتماعية اللي ممكن يكون فيه من خلالها تواصل أو اتصالات أو حوارات وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فمنقول أنه الأجواء تقريبا جيدة ولكن انتبه من الوسواس والقلق اللي ممكن شوي سيطر عليك يعني قلق صحي قلق من مسألة معينة أو بعض التردد من اتخاذ قرار معين برج الجوزاء طبعا اليوم إيجابي كامل يعني الدعم فيه دعم كبير موجود عندك الطاقات كلها تقريبا هي بتصب في مصلحتك فعشان هيك بنقولك أنه اليوم حاول تستغله لأنه نفسيتك أحسن اهتماماتك أقوى فممكن تهتم بنفسك أكثر أو تهتم بشخصيتك واتصالاتك وعواطفك ممكن تهتم بأحد الأبناء بشكل مباشر أو تلاقي بعض المساندة والمساعدة من بعض الأحبة أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا منقول دير بالك من المصاريف لأنه الفترة هاي بتكثر فيها المصاريف والدفعات والالتزامات ممكن أنت تصرف على أشياء أنت تكون مش بحاجتها قلل من مصاريفك ممكن يعني تحصل على هدية أو نوع من أنواع التكريم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التواصل والاتصالات اليوم أنت عندك رغبة للاتصالات بشكل كبير والتواصل مع الأحبة وممكن يعني إشي فكري أو أدبي أو اهتمام بإشي فني تهتم فيه بشكل كبير ممكن تجميلي حتى الأجواء إيجابية ممكن يكون لك بعض الاهتمام بأحد الوالدين أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا بتدعمك وبقوة على مستوى أمور إلها علاقة بالعائلة فعشان هيك الأجواء بتدعمك بشكل كبير ولكن ممكن يظهر خلاف أو نقاش أو حوار منزلي يعني يوترك أو فيه قلق من مسألة منزلية معينة حاول أن قدر الإمكان أنك ما تهمل المطلوب منك داخل البيت ممكن يظهر عطل معين أو مشكلة معينة منزلية تسيئك أو تخليك تفقد السيطرة على نفسك وعصبيتك بالنسبة للبيت الخامس طبعا الأجواء جيدة جدا وبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي وهي فترة استثنائية ورائعة بيبتسم لك الحظ وبتكون فرحتك كبيرة ممكن تهتم باستعادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الإنفراجات وبتحمل خبر صار أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بنقول لك دير بالك من بعض التوعقات الصحية لا تهمل صحتك مهما كانت الظروف إذا شعرت بأي شيء حاول انك تستشير طبيبك ولكن بالمقابل على مستوى العمل ممكن أنه يعني يكون فيه نوع من أنواع الدعم من أحد الزملاء لإلك ما تهمل أي عمل بتقوم فيه بالنسبة للبيت السابع طبعا هنا الأجواء إيجابية ودعمة وممكن اليوم يحمل لك مصالحة ما بينك وبين الشريك أو الزوج أو تهتم بالشريك أو الزوج خلال هاي النهار وممكن يكون فيه شيء له علاقة بتوطيد علاقة ما بينك وبين الزوج يعني فيه عمل مشترك ما بينكم حاول برضو نفس الشيء أنك تبعد عن النقاشات والاتهامات أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتركز على الأمور الأموال المشتركة فيه نوع من أنواع الضغط بتحاول أنت تلاقي مخارج أو دعم معين مالي المال هذا ما بيجي إلا عن طريق شراكي أكثر ما أنه يجي عن طريق تعبك أنت ممكن يجي عن طريق قرض أو سلفة أو دين أو أشياء من هذا القبيل فعشان هيك ركز على الوضع المالي وقلل من المصاريف ممكن يكون فيه مصاريف استشفائية أو لقصد طبي يعني ممكن تجميلي أو لأمر أدوي أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا الأجواء ما زالت بضغط على أمور إلها علاقة بالامتحانات بدك تنتبه ما تعتمد على الحضوض عندك امتحانات جامعية تحديدا أو مناقشات أو رسالة أو دراسة أو أمور إلها علاقة بالتواصل وأوراق الهجرة أو أوراق السفر أو قلق على شخص خارج البلاد أكثر ناس رح ينضغطوا من هاي المسائل هم وليد العشرية الأولى والعشرية الثانية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة ومحمية سمعتك بشكل قوي جدا السبب أنه نبت بشكل زاويتين تزديس وهاي قوة لحالها بدعمك بهذا البيت فعشانك ممكن هاي يتعرفك على شخصية مرموقة أو شخصية طبقة معينة أو دعم بسبب واسطة معينة تدعمك بشكل قوي الأجواء إيجابية حتى على مستوى العمل فممكن تسمع كلام إطراء أو ثناء على جهودك بالنسبة لبيتك 11 الأجواء برضو هنا بتحمل أجواء جيدة لا دعوة أو مناسبة أو حضور حفلة أو يتوجه لك دعوة مثلا أو تنشط بلقاء الأصدقاء الأجواء برضو دعميتك بشكل كبير أما بالنسبة لبيت المتاعب هنا منحذر موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية من التقلبات اللي ممكن تيجي في لحظة فعشان هيك حاول أنك تحفظ على سرك ما تغامر وما تدخل بمجازفات الفترة هاي مش آمنة بشكل كبير لأنها بتحمل نوع من أنواع المفاجآت وإنت بالفترة هاي ممكن تكون متسرع وتتحرك بدون ما تحسبها صح فعشان هيك ممكن الغلطة تكون بمليون غلطة اهتم بتغذيتك واهتم بصحتك برج السرطان طبعا الأساس اليوم يعني فيه بتقلب بالمزاج عندك فعشان هيك لحظات جيد ولحظات مضغوط المشاكل العائلية أو وضع عائلة معين هو اللي رح يسيطر عليك بشكل كبير ممكن رغبتكم أنها تكون في البيت أو تضلك في البيت أو أنه أنت اهتمامك يكون في البيت أكثر أو بأفراد العائلة أكثر ولكن بالمقابل بيحمل بعض الأشياء الإيجابية إذا استغلتها بشكل صح وبعمل لك تقارب جيد عائلي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمر المالي فاليوم بيحمل لك فرصة مالية الفرصة المالية بتجي مكاسب إما هبات مساعدات أو نوع من الدعم ممكن تجيك نوع من أنواع المساعدة من أحد الإخوة أو أحد الجيران الأهم من هذا الموضوع أنه أنت يعني بدك تضبط مصاريفك صحيح في أجواء بتدل على أرباح ولكن أنه المصاريف هي اللي بتتحكم في هذا الموضوع في منكو رح يحصل على هدية أو نوع من التكريم أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا الأجواء بتركز بترجع بترجعنا على الإخوة أو على أمور العلاقة بالاتصالات والحوارات والتواصل والأجواء جيدة ودعمة بقوة يعني رح تنشط باتصالاتك وحواراتك بشكل كبير خلال هذا اليوم وممكن يكون عندك أكثر من مكان بدك تروح عليه أو أكثر من اهتمام رتب أمورك بشكل جيد بدون مغامرات وبدون مجازفات وركز أثناء قيادتك للسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا طبعا القمر بما أنه موجود في البيت الرابع فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القصط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو ترميم أو مشتريات أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة فيك أو تهمل وضع البيت عندك أو تقارب ما بينك وبين أهلك في البيت ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة وربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا يعني شوي مش قوية ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو نقاش أو حوار ما بينك وبين الحبيب فحاول قدر الإمكان أنك ما تنزعج وما تتوتر وما تعصب اضبط أعصابك قدر الإمكان يومين أو يوم تحديدا وبتصير الأجواء العاطفية عندك جيدة حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك ما في داعي لأي سوء تفاهم ما بينك وبين الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا جيدة على مستوى العمل اليوم أنت مشغول في كثير من المسائل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية خلال هذا النهار ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بزملائك أو رئيسك بالعمل وممكن تهتم ببعض الأمور أو المراجعات الصحية على كل الأمور هاي الأجواء جيدة وتقدر تنجز فيها كاملة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا هنا في نوع من أنواع التوتر ما زال في نوع من أنواع القلق أو المشاحنات ممكن سوء تفاهم ممكن ردة فعل سلبية على تصرف فردي من الشريك من الزوج أو الزوجي فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن إلا موليد العشرية الأولى طبعا العشرية الثانية العشرية الثالثة وهم أكثر المستفيدين من هذه الزاوية لأنه هنا بتتركز الأمور على بعض المكاسب اللي بتيجي إما من قرد تسوي وإيجاد حلول مالية جدولة ديون مثلا فالأجواء جيدة حتى الإهتمامات اللي راح تكون بالغيبيات راح تكون ممتازة جدا يعني راح تكون لمصلحتكم أو البحث عن موضوع قديم تبحث في موضوع قديم أو مسألة قديمة برضو الأجواء إيجابية بالنسبة لبيتك التاسع الأجواء جيدة جدا على مستوى الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو أخبار ممكن تجيك من خارج البلاد أو امتحانات جامعية أو أي اهتمامات لها علاقة بالسفر الأجواء بتدعمك وعندك قوة هائلة جدا حتى على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات إليك فيها باع جيد ومتكون لمصلحتك بالنسبة للبيت العاشر طبعا هنا بيت السمعة منقول لك أنه يعني الأجواء مش بالقوة الهائلة فعشان يمكن منقول لك لا تجازف ولا تغامر ولا تدخل بأي عمل مشبوخ خلال فترة هاي خلي دوامك بوقته صحيح مدعوم أنت بطاقة إيجابية الحظ بلعب معك بدور كبير في بعض المسائل ولكن أنه بدون مغامرات ممكن يجيك مديح أو إطراء أو ثناء على بعض الإنجازات من رئيسك بالعمل اللي بده يقدم العمل برضو الوقت مناسب أما بالنسبة لبيتك 11 فموليد العشرية الأولى وموليد العشرية الثانية أكثر الأشخاص اللي بدهم يحذروا من استغلال بعض الأشخاص أو الأصدقاء لإلهم أو لعواطفهم وبالمقابل برضو سوء تفاهم أو خلاف أو زعل أو أخذ تعتب على بعض التصرفات فعشان هيك ممكن يزعجك تصرف فردي من أحد الأصدقاء أو تدخله في جهونك أما بالنسبة لبيت المتاعف فالأجواء جيدة ودعمتك فممكن يكون فيه اهتمام في بعض المؤسسات الكبيرة أو الاهتمام بأمور إلها علاقة إما بعلاج أو تعاطي أعشاب مثلا أو خلطة عشبية لا تقوية المناعة أو ديتوكس لا تنزيل الوزن أو تنظيف الكبد أو الشغلات اللي زيك يعني تهتم بصحتك أكثر بالفترة يعني الأجواء برضو مساعدة لا إلك برج الأسد طبعا اليوم عندكو حركة بشكل كبير اليوم رح تكثر عندك النشاطات فكرك شغال بشكل كبير حيوية ونشاط عندك عالي جدا رغبتك بالاتصالات والتنقلات والتحاور وووى إلى ما لنهاية عالي فالطاقة عالية حاول تستمث مرها بالأشياء الإيجابية اللي تكون لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هون على الوضع المالي ممكن أنه تحصل بعض المكاسب المالية ولكن مش بالشكل اللي أنت بدك ما زالت المصاريف ضغط عليك مطلوب منك ومتطلبات المالية واضحة تماما فعشان هيك فيه فرص ولكن مش بالشكل اللي بدك فيه منكو ممكن يحصل عهدية أو دعم ولكن اجردت بالمصاريف المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم تنشطوا فيه أمور إلها علاقة إما بالدراسة وخصوصا الدراسة اللي هي المدرسية أو الأمور اللي إلها علاقة بالمدارس أو تجهيز مدارس أو أشياء مثل هيك ممكن تهتموا بالتنقلات أو السفريات القصيرة والاتصالات القصيرة بشكل كبير رح يكون هذا الأمر موجود وعندكو رغبة للتواصل مع المجتمع بشكل كبير مساعدة أو تعاطف أو تواصل أو حتى زيارات وشغلات زي هيك وممكن تعزز العلاقة مع أخ أو جار أهم شيء أنك تستوعب الظروف وتتكيف معها بسهولة هاي فترة تواصل بناءة مع الآخرين وبتتمتع بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية ما تضيع الفرصة فهذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأجواء ضغطة على مستوى البيت يعني فيه إما مناسبة أو زيارة أو حدث بيتي منزلي هو اللي مقلقك بالفترة هاي يعني الضغوطات اللي موجودة هاي حاول ترتبها بشكل جيد على أساس أنها ما تكبر برضو أي سوء تفاهم أو خلاف حاول أنك ما تزيد بحجمه أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة جدا وقدرة التواصل مع الحبيب ممتازة جدا وهذا الإشي بيوطد العلاقة ما بينك وبين الأحبة ممكن يكون فيه تواصل واهتمام بأحد الأبناء أو أحد الوالدين خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بدك تنتبه على الوضع الصحي ما زالت الأوضاع الصحية ضاغطة وخصوصا لموليد العشرية الثانية شوي الثالثة أكثر هذولا بدهم يهتموا على المستوى الصحي بدهم يهتموا لأعمالهم بشكل كبير ما تراكم الأعمال عندك ما تهمل العمل اللي أنت بتشتغل فيه عندك طاقة كبيرة لإنجاز الأعمال ولكن مش على حساب صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا منيجي على أجواء جيدة وهي بتوطد العلاقة ما بينك وبين الشريك وممكن أنها تحمل نوع من أنواع المصالحة أو التقارب ولكن ابتعد عن الخيال يعني لا تكذب لأجل أنك أنت تصلح الوضع حاول تكون واضح تماما بتقدر على الشيء أو ما بتقدر على الشيء ما تجامل على حساب صحتك وعلى حساب نفسيتك الأجواء لما وليد العشرية الأولى تقريبا فيها هم أكثر المتضررين من هذه الزوايا أو المشاكل بتكون معهم أكثر شيء العشرية ثانية سوء تفاهم أو اللي هي الزعل والعتب النفسي هيك زعلان وعتبان ولكن سهل جدا مصالحتك لأنه أنت أساسا بطبيعة الحال سهل جدا أنك تسامح وتقلب الصفحة أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الأجواء جيدة جدا على مستوى الأموال المشتركة اللي بفكر بدعم معين أو بأمور العلاقة بالبنك أو ضريبة أو تأمين أو حتى قروض أو مال الشريك الأجواء بتدعمك بشكل جيد فعشانك ممكن تحصل من خلالها مكاسب وتكون لمصلحتك وممكن أنه تحصل بعض الدعم من هاي النقطة الاهتمام بالأمور الروحانية والغيبية عالية جدا عندك وبأوجها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا معنية روتينية على مستوى الاتصالات والحوارات بتتواصل بتتصل ولكن ممكن تنزعج وخصوصا الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو أمور ممكن تجيك يعني هيك تنكد عليك إما خبر أو موضوع بتعلق بأشخاص من خارج البلاد أو أجانب عنك اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة ما يعتمد كثير على الحظ يعني يحاول قدر الإمكان أنه يعني يتعب شوي الحظوظ ما بتدعم بشكل قوي أما بالنسبة للبيت العاشر يعني البيت العاشر هنا من قول لموليد العشرية الأولى والثانية لا تجازف لا تغامر لا تشوه سمعتك لا تدخل بمجازفات ولا بصدامات بأمور قانونية الأجواء تيجي بشكل مفاجئ فممكن تغلط وانت مش منتبه فعشان يكدقق بالتفاصيل لا تدخل بأي مواجهات أو صدامات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بالفترة هاي يعني بدك تكون حذر الأجواء مش مساعدة المريخ وأورانوس بيهددوا بأشياء ممكن تتصاعد بلحظة أما بالنسبة لبيتك 11 في الأجواء جيدة وبتحمل أشياء ممتازة على مستوى التواصل الاجتماعي فممكن اليوم تتواصل مع الأحبة أو تتواصل مع الأصدقاء وممكن يجيك دعم من بعض الأصدقاء ممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تكون أنت محطة اللقاء للأصدقاء يعني اللي زيارة تكون عندك أو اللقاء يكون عندك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بنقول لك أنه الأمور يعني شوي ما زالت مربكة تشعر بنوع من أنواع الوهن من وقت لآخر أو تعب أو هيك تقلبات بالمزاج راقب غذائك ما تهم الواجبات واجباتك الصحية على نفسك ممكن تقوم ببعض الزيارات تكون إلك أو لأحد الأحبة إليها علاقة بمرض أو إليها علاقة بمستشفيات برج العذراء طبعا الأجواء اليوم أحسن ولكن أنت زي المشغول ومش مشغول أو مشغل حالك بميت شغل مع بعض ركز وحاول أنك تفصل الأشياء الأهم فالأهم فالأهم وما تهمل واجباتك ولا متطلباتك بالفترة حاول قدر الإمكان أنك تعرف تركز وترتب أمورك بشكل جيد عشان ما تضيع الفرص وإنت بس بتفكر تحمل أكثر من بطيخة مع بعض أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هيك بتركز على الفرص المالية عشان هيك بقول لك بدك تركيز اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي ومنكم ممكن يحصل على هدية أو على جائزة بتتركز الأمور على الأمور المالية أهمش أنك ما تقلق لمصاريف طبية أو ممكن استشفائية طارية تجيك ناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقق بالتفاصيل ممكن ترغب بمساعدة أحدهم وتقوم بمبادرة خيرية أما بالنسبة للبيت الثالث لا إلك وأنا منقول لك بدك تدير بالك اليوم الاتصالات أنت مقصر فيها ممكن تهمل أحد الأشخاص أو ما تتواصل بشكل جيد وهذا الإشي رح ينحسب عليك بالفترة القادمة عشان هيك برضو إذا كان عندك تنقلات انتبه أثناء القيادة إثناء انتبه أثناء الحوارات لأنه ممكن تخرج منك كلمات تكون زي الرصاص وإذا طلعت الكلمة مش سهل إنها ترجع فعشان هيك حاول أنك تركز بشكل جيد ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو مع أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء جيدة على مستوى البيت أنت مسيطر على الأمور بحكمتك بدهاءك هذا مسيطر ولكن برضو المتاعب وراك وراك وخصوصا بين أمور البيتية البيت هو المؤزم عليك بالفترة هاي أكثر شي حاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب حاول قدر الإمكان إنه ما تستنفذ طاقتك بالكامل يعني بدها تركيز الأمور وبتمشي الأجواء ممكن تظهر بعض المشاكل أو هذا عندك قدرة تجاوزها ولكن هو اللي ما أرقك أكثر شي وضع البيت الداخلي أما بالنسبة للبيت الخامس هنا الأجواء تقريبا برضو نفس الشي بتحمل أشياء لها علاقة في الوضع العاطفي برضو مع الحبيب أنت شوي مقصر أو في تقصير أو في شكوك ممكن ضغط لزيادة هذا يخليك يعني تتخذ قرارات باتجاه أحد الأبناء ويخليه ينفر فدير بالك أنك أنت تضغط بشكل كبير ابتعد عن النقد اللاذع مثل تكون الأمور معك جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور العمل فممكن عندك أكثر من عمل في آن واحد بتحاول تنجزها وهذا الإشي ممكن يعطل عليك أشياء مهمة ركز أمورك ورتب أمورك بشكل جيد على أساس أنك ما يعني ما تطلع بالنهاية أنه ولا إشي وكمان خسران العمل ركز بأعمالك بشكل جيد وحاول أنك تنظم أمورك وابتعد عن الأشخاص اللي بحاولوا يستغلوك ممكن تلاقي دعم من أحد الزملاء أو أحد الأصدقاء ولكن مش بالشكل الوفي عشانك لا ترك حالك عشان برضو ما تقذي حالك صحيا أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة يعني ما زالت برضو نفس الشيء في خلاف في نقاش في حوار ما بينك وبين الشريك هذا إشي مترك رغم أنه نبتون بشكل زاويتين تزديس وهذا جيد يعني بقى بدعمك بشكل قوي وقدر أنت تسيطر أو تتلاعب بالكلام لتسيطر على الأمور مع الشريك الزوج أو الزوجة ولكن برضو أنت فيه شيء داخلك مش مفهوم بالنسبة لبيتك الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأمور الروحانية والغيبيات وعلى مستوى كل شيء قديم فممكن تهتم بأمور ببنك بقرض بمشروع بشراكة معينة تقدر تنجزها بشكل قوي وتهتم فيها بشكل قوي وتلاقي دعم برضو من هذه المسألة أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو يعني بتكثر عندك الاتصالات ممكن يجيك خبر من بعيد يزعجك أو يوترك أو يسبب لك نوع من أنواع القلق ممكن تهتم بقضايا لها علاقة قضية مالية أو قضية محكمة مثلا أنت رفعها يكون اليوم لها نوع من أنواع المراجعات وإذا كان عندك امتحان أو مقابلة وخصوصا موليد العشرية الأولى والثانية بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض بالنسبة للبيت العاشر الأجواء على مستوى بيت السمعة يعني نقدر نحكي إنها جيد شيئا فعشان ممكن إنك يعني يكون لك بعض الاهتمامات اليوم وخصوصا يعني مع شخصية مهمة مع رجل أعمال مع واحد يدعمك واحد يكون واسطة لا إلك ممكن تقديم الطلبات للعمل برضو تكون ممتازة وممكن علاقتك مع رؤسائك بالعمل تكون أحسن وأحسن أما بالنسبة لبيتك 11 في الأجواء جيدة واليوم ممكن يعني تنزعج من صديق أو من تصرفات صديق ولكن إجمالا أنت قادر تسيطر على الأمور لأن الأمور تحت إيدك ولكن إنزعاج واضح حاول قدر الإمكان ضبط العصاب وما تتمش مع طلبات ورغبات الأصدقاء مثل ما بدهم هم حاول أنك تكون مثل ما بدك أنت أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة جدا ودعميتك صحيا ونفسيا ممكن يكون لك بعض الاهتمامات ببعض الأمور اللي مريض أو استشفائية أو عيادة مريض أو أمور لها علاقة بصحة أحد الأحبة برج الميزان طبعا اليوم بما أنه القمر أسقط شعاعه بالكامل على برج الميزان فثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة وبتنجح وبتدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد هاي الفترة تحمل إنجاز أو تطور لافت لا تهمل الأوضاع اللي أنت موجود فيها إذا عندك هدف معين حاول أنك تكرر المحاولة أكثر من مرة بتزبط معك ممكن يبتسم لك الحظ خلال هذا اليوم الزوايا اللي بيشكلها القمر جيدة ودعملها إليك وممكن يعني تنبسط أو تسعد أنك اليوم تستعيد موقعك وممكن تتحمس للبدء بتنفيذ مجشروع طال انتظاره أما بالنسبة للبيت الثاني لا إليك الأجواء جيدة على المستوى المالي صحيح بتحمل لك بعض الفرص المالية ولكن مش بشكل المرجو ممكن تحصل على هدية أو دعم أو بعض المكاسب المالية ولكن إنه برضو المصاريف عندك زيادة عندك متطلبات عندك هدايا أنت ممكن تقدم هدايا أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالاتصالات عندك جيدة ممكن تتواصل وتتصل بشكل كبير خلال هذا اليوم وتنشط في اتصالات داخلية أو خارجية نشطك الفكري يعني متأجج وابتكون متألق في نفس اللحظة يعني بتقدر اليوم تتواصل وتقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية وثقة بالنفس عالية جدا على مستوى الامتحانات برضو ممتاز وعلاقتك مع الإخوة تواصل مباشر أو معاونة مباشرة ما بينك وبين أحد الإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا منقول لك دير بالك يعني وضع البيت شوي مقلق وخصوصا موليد العشرية الثالثة أكثر ناس دولة بدهم ينتبهوا من توتر أو مشاحنات أو خلافات أو نقاشات أو بعض الأعطال المنزلية ممكن يظهر بمسألة مقلقة شوي أو تهتم بشأن أحد أفراد العائلة يعني وضع البيت عليه علامة استفهام أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة ولكن توجه الكواكب الموجودة للعشرية الأولى والثانية صحيح أنه في زاوية تتليث ما بينها وبين القمر ولكن أنه مضغوط البيت شوي في أمور عاطفية اهتمام ولكن ممكن مثلا بتهتم بأبنائك ولكن بتشعر ببعض الملل بتهتم بأبنائك ولكن ممكن تسيطر عليك اليوم ما تخلي في تردد بعلاقتك ما بينك وبين الحبيب أو أنك تعبر عن اللجواك للحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة اليوم تقدر تنجز أعمالك بشكل جيد وقوي جدا وحتى قدرتك على التواصل والاتصالات ممتازة وممكن تلاقي نوع من أنواع الدعم أو التكريم بمكان عملك أو بعملك أو من زملائك بالعمل أو إطراء وثناء على إنجازاتك الأهم أنك ما تهم الأعمالك راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات رغم أنها ما بتخوف كثير عندي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا جيدة جدا يعني الأجواء خالية من تأثيرات الكواكب ودعمتك بشكل قوي للتواصل والاتصال وتلطيف الأجواء ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أهم شيء أنك ما تختلق أنت المشاكل أنت اللي ما تختلقها وتعصب وتكون سبب أنت بالدراما أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا القلق والخوف والوسواس والشك هذولا كلهم سيطرين عليك بشكل كبير في عبء مائي أو مالي أو مسألة مالية شوية موتريتك ومقلقيتك وهي هاي اللي أنت بتحاول تجدلها بعض الحلول ممكن اهتمامك يكون في مسألة قرض أو بنك أو تسوي معينة أو ديون لإلك وإحذر من النصابين والمحتالين بالفترة هاي ومن سرقة وضياعة ممتلكاتك أو مقتنياتك أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا الأجواء بتركز على أشياء إيجابية وداعمة لإلك بشكل كبير فممكن اليوم تنشط ببعض المسارات باتصالات خارجية وتواصل أو اهتمام بالسفر أو سفر أحد الأحبة أو أمور لها علاقة بالاتصالات الخارجية الأجواء يعني جدا رائعة وبتحقق لك كثير من المكاسب أهم إشي أنك أنت تكون مستعد لهاي الأمور وتقدر تنجز هاي الأمور إذا عندك امتحان أو مقابلة خلال هذا اليوم فهو اللي حظك وإذا كان عندك قضية قضائية برضو رح تدعمك وتكون لمصلحتك أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قلك دير بالك ما تشوه سمعتك يعني أن الأمور آمنة تروح إلا أنت عامل مصيبة المصيبة هاي تشويه سمعة فحاول قدر الإمكان أنك ما تدخل بمواجهات مع رئيسك أو زميلك بالعمل أو ما تتأخر عن عملك وفي نفس اللحظة ما تحاول أنك تدخل بمواجهات تكون مواجهات قانونية بمعنى تشويه سمعتك بمخالفة القانون بالمجازفة بالمغامرة بالأعمال اللي ممكن أنها تشويه السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 في الأجواء الجيدة وهاي تدعمك على مستوى النشاط الإجتماعي فممكن تنشط بزيارات ولقاءات ودعوات أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو تكون أنت مكان اللي تستقبل فيه يعني تستقبل فيه للضيوف أو المعزبين أو الخطار اللي هم يجوا عندك أنت فعشان هيك بدك تنتبه أنه تكون دمث وتكون مرح على أساس أنه أنت اليوم تلفت للإنتباه لأنك أنت اليوم ملفت للإنتباه أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بنقول لك يعني بيت المتاعب جيد مش بالشكل القائوي بخوف بس أهم مش أنك تهتم لصحتك من بعض التقلبات النفسية وفي نفس اللحظة ثقتك بنفسك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وحاول أنك أنت تركز على الأمور بعقلانية أكثر ممكن تهتم بزيارة مريض أو بأحد الأشخاص إما بمستشفى أو تهتم بموضوع لشخص بمكث بالسجن برج العقرب طبعا العقرب لآخر يوم اليوم آخر يوم وبكرة على الظهيرة تقريبا ممكن أن الأجواء تبلش تتحسن فعشان هيك اليوم برضو بتكون تمشوه بشكل روتيني ما زال التعب أو الملل مسيطر عليكم الأمور مش ماشية مثل ما بدكم بتوتر مخك مشغول بألف شغلة مع بعض حاول أنك تخلد للراحة حاول فقط إنجاز ما بوسعك من عمل عاجل فقط اليوم ممكن سود سوء التفاهم بتخف وطيرتك بتشعر بالملل ممكن تتأخر المعاملات أو تلغى حتى وممكن ترغب حتى في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة هاي فترة سلبية القمر في بيت المتاعب والشمس موجود في بيتك الرابع يعني ضغط في البيت وضغط برا البيت على الجهتين أنت مش مرتاح حاول بس اليوم على أساس أنه يعني تهدى الأمور شوي تهدى الأمور بأنك أنت تخليها روتيني بدون ما تدخل بمناقشات وحوارات ومبررات اهتم في حالك بس أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ممكن تحمل بعض الفرص المالية يعني ممكن يكون في بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية أو الجدول المالية ولكن الأغلب هنا بتكون مصاريف أنت بتصرف مش إنها جايتك عشان هيك يرتب وضعك المالي بشكل جيد بدون مصاريف زيادة حاول أنك مش تروح تتفشش بالمشترة أو والله ما للي بد أروح عمل تسوق ما للي بد أروح عمل شغلة لحالي أو تجميلي أو مش عارف إيش رتب الوضع المالي في الأول بعدين فكر في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا يعني نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى اتصالاتك وحواراتك ونشاطك جيد ممكن تتواصل مع الجميع وممكن توصل رسالتك للجميع الأجواء بتدعمك بشكل جيد عندك قدرة للإقناع ولكن دير بالك من التسرع والعصبية ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أو تعامل مع معني أحد المقربين لا إلك إذا كان عندك امتحان أو عندك تنقلات بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فهو أنا بتتركز الأمور على مستوى البيت الوضع العائلي هو أكثر إشي بلفت انتباهك خلال هذا النهار التركيز رح يكون على البيت بشكل واضح تماما ممكن حدث عائلي ممكن اهتمام عائلي ممكن مشكلة ممكن عطل معين ممكن عصبية معينة ولكن كلها بتنصب على البيت ضغط ممكن قلق على أحد أفراد البيت يعني الوضع العائلي إجمالا بدك تهدي ما تدخل بشؤون ما بتعنيك وما تحاول تفرض رأيك وحاول إنك ما تنتقد بشكل لاذع أما بالنسبة للبيت الخامس فهونا الأجواء يعني نقدر نحكي إنه رغم إنها ضغطة أو في سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب أو ممكن يتعطل أي موضوع إلو علاقة بالأحبة بالفترة هاي أو ما تكمل أي شيء عاطفي عندك خصوصا خلال هذا اليوم فما تخليه يأثر عليك بسوء تفاهم الأجواء فيها نوع من النوع الإيجابية يعني ولكن برضو هاي بتدل على مغامرة أو مجازفة ممكن إنها تنال من سمعتك حاول قدر الإمكان بلاها أجلها لليوم وبعدين منفكر في الموضوع أما موضوع الأبناء فموضوع القلق على الأبناء وارد أو قلق من مسألة معينة أو خوف على أحد الأبناء برضو وارد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة تقريبا ممكن تنجز بعض الأعمال اليوم أو تهتم بأعمالك وممكن ترهق حتى من كثرة الأعمال المكللة إلك في منك رح يهتم ببعض الشؤون الطبية أو الاستشفائية لأن الأجواء شوي بتطلب منك نوع من أنواع الحكمة أو الأدوية لبعض الأشياء أو لبعض العلاجات ممكن تهتم بمصاريف أو عيادة مريض مثلا أما بالنسبة للبيت السابع فهنا منيجي على الضغط الأكبر اللي هي الضغط اللي له علاقة بالشراكة وهذا الإشي اللي بدك تنتبه له بشكل كبير ما في داعي للصدامات ولا للحوارات ولا النقاشات ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة دير بالك أورانوس والمريخ مع بعض واحد بيجيب شغلة مفاجئة أو واحد بولع الدنيا فممكن أنت بشغلة بتافها تخليك تنفعل أو تنزعج أو تقلق أو تخاف ولكن في مئة ألف شغلة وراها ممكن تكون مش لمصلحتك ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا أحسن شوي يعني بالعكس الاهتمام بالأمور الغيبية ممتاز جدا إنجازاتك برضو قوية ترتيب الوضع المالي عندك بساعدك بقوة ممكن تجدول بعض الحسابات ممكن تقدم على طلبات إلها علاقة بالمعونة أو المساعدات أو القروض عن طريق بنك أو مصرف ممكن تحل قضايا إلها علاقة بالضريبة أو حتى بأمر أو موضوع قديم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة رغم أنه ممكن يجيك خبر من بعيد يعني ينكد عليك إلا أنه في قلق إلو علاقة إما بخارج البلاد أو موضوع سفر مقلق أو موضوع أشخاص تتواصل معهم أو زعل أو عتب ما بينك وبين شخص خارج البلاد احذر من هذه النقاط أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهو الأجواء جيدة ودعمتك وهذا الإشي يعني شوي لطف الأجواء أنه شال عنك جزء من الخطر يعني قدر الإمكان حاول أنك أنت تضبط عصابك برضو لأنه بدفعك للمجازفات وإحنا ما أنا ما بدي المجازفات في هيك وضع أنه القمر موجود في بيت المتاعب لأنه هاي المجازفات ممكن تشوه السمعة لا تغامر لا تجازف لا تدخل بأشياء مشبوهة أجلها يعني حاول بس يومين عبينما القمر يصير موجود عندك بعديها الأجواء اعمل اللي بدك هي ولكن هس الخطأ محسوب عليك بشكل كبير وأنت مش مدعوم بالحضوظ مهائيا أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى الأصدقاء ممكن اليوم تسعد بلقاء الأصدقاء أو لمة أو مشاركة معينة ممكن يصير فيه تواصل جيد ما بينك وبين الأصدقاء ممكن أنت تقوم ببعض الزيارات يعني نشاط اجتماعي عالي جدا أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا بيت المتاعب حكينا أن القمر يعني هو اللي موجود عندك في بيت المتاعب وهو اللي ضغطك أهم شيء أنك تنجز الأعمال الضرورية حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول تأخذ قصة من الراحة الأجواء مش قوية بالنسبة لإلك فعشان هيك ما بدنا أي خلل أو أي ضرر لا إلك برج القوس طبعا الأجواء ما زالت جيدة بالنسبة لإلك ما زال في نوع من أنواع الطاقة ولكن بلشت الأمور يعني شوي تبطأ أو تضغط فعشان هيك ما نقول لك دير بالك شوي القمر صار يتحرك الآن باتجاه بيت متاعبك فعشان هيك صارت الأمور شوي تكون فيها أعباء حاول تنجز كل الأشياء الضرورية والمهمة قبل ما يوصل القمر للعقرب عساس أنه رح يعطل عليك كثير مسائل فعشان هيك الفترة هاي اليوم استغله أو استغل مساعدة بعض الأشخاص ليساعدوك في مسألة معينة وتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فهونا الأجواء تقريبا على المستوى المالي بتحمل لك بعض الفرص والمكاسب المالية ولكن برضو رغم هيك عندك كثير من المصاريف وخصوصا موليد العشرية الثالثة عندكو التزامات وعندكو ضغط مالي عندكو بعض المصاريف اللي بتيجي بشكل مفاجئ بدها بعض الاهتمامات رتب وضعك المالي وابتعد عن المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا تحمل نوع من أنواع الإيجابية شيئا ما بالاتصالات والتواصل والحوارات والنقاشات قدرة على الإقناع بالامتحانات في منك رح يتم بموضوع الأعلاقة بالسيارة أو بالهاتف أو حتى بسفر قصير ترقلات والعلاقة بينكو بين الإخوة والجيران برضو ممتازة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور استقرت شوي شايف أن الأمور أحسن شوي يعني اتجاوزت كثير من المشاكل العائلية بالفترة هاي الأجواء اليوم أحسن وأحسن رغم أنه في بعض الاهتمامات رح تكون للمنزل خلال هذا اليوم يعني ممكن عطل ممكن خلل ممكن نقاش حوار اجتماع عائلي علاقة مع أحد أفراد العائلة ولكن أنه مش بقوة الضغط اللي كانت بالفترة الماضية يعني الأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية رغم مساوئ الوضع العائلي إلا أنه محتمل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة جدا يعني بتدعمك بشكل قوي بالتواصل ولكن رغباتك الشرهة ممكن شوي هي اللي تسيلك فعشانك ما في داعي أنك أنت تغامر أو تجازب بالفترة هاي على المستوى العاطفي وما تهمل أمور بتتعلق بالحبيب الأجواء ممتازة حاول أنك تستغلها فقط لا غير بتلاقي الأمور مشت وما تهمل زي ما حكينا أمور الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا ضاغطة صحيا لك تراقب وضعك الصحي وخصوصا موليد العشرية الأولى موليد العشرية الثانية أكثر الأشخاص اللي بدهم يهتموا بالشؤون يعني نجاز الأعمال ترتيب الأعمال الأمور الصحية هدولة الثلاثة هم أولوياتك بالفترة هاي لأنه في مفاجآت يعني المفاجآت يبتيجي على العمل يبتيجي على الصحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا تحمل نوع من أنواعي الإيجابية يعني بتقدر اليوم توطد العلاقة ما بينك وبين الشريك شريك العاطفي شريك الحب شريك الزواج شريك العمل كلها هاي الأمور ممتازة كل المسمميات ممتازة في منكم ممكن ينشغل في موضوع علاقة بقضية قضائية أو قانونية الأجواء برضو دعمل إليك وبقوة أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الأجواء ضغطت على مستوى الأموال المشتركة إما ديون أو قروض أو أموال الغير أنت تهتم بأموال الغير وهذا الإشي ممكن هو اللي يسبب لك إحراج أو قلق ما تغامر وما تجازف بأموال غيرك أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا الأجواء قوية جدا بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمعاملات سفر أو دراسي أو امتحان كلها هذه أجواء إيجابية ودعمل إليك إذا استغلتها بشكل ممتاز فهي لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هنا نهتم بمسائل إلها علاقة بالعمل عجب نرجع من قولك دير بالك على عملك ما تتأخر ما تتغيب ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة بيت السمعة شوي بده رقابة فعشانك ما تشوه سمعتك بأي تصرف ممكن يكون أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا هنا القمر موجود فبتنشطه اجتماعيا اليوم وبتسعده في لقاء الأصدقاء أو من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسب سعيدة اتجنب العناد وكون أكثر انفتاح على أراء ومواقف الآخرين ما تتكاسل وبادر لتصحيح الأخطاء ولا استعادة موقعك ما بناسبك البقاء وحيد بالفترة أما بالنسبة لبيت متاعبك بيتك 12 فهنا من قلك دير بالك الأجواء بلشت تضغط فعشان هيك بدك تكون حذر انتبه لصحتك انتبه لغذائك انتبه لطعامك وانتبه للسانك لانه اللي سارك هو اللي ممكن يورطك بمشاكل انت بغنى عنها وما تحاول انك تدخل أماكن مجهولة برج الجدي طبعا بالنسبة للجدي اليوم مش من الأيام المناسب ببكرة أفضل بكثير خصوصا لما القمر يصير موجود بالعقرب حاول قدر الإمكان ضبط أعصابك حاول انك ما تتسرع باتخاذ القرارات وركز أثناء الحديث وما تدخل في شؤون غيرك هاي أهم القواعد الأساسية حاول تتنشط حاول تخرج وتلاقي الناس حاول انك انت تنتبه لنفسك ما في داعي للضغط النفسي والاكتئاب اللي انت بتشعر فيه بالفترة هاي الأجواء بتساعدك في بعض النقاط ولكن الكواكب كمها اللي موجود عندك بخصوصا موليد العشرية الثالثة ويعني هدولا أكثر الأشخاص المضوطين فعشان هيك بتكون تنتبهوا من هاي النقطة قدر الإمكان ما تخلي الاكتئاب إنه يسيطر عليك قلق وتوتر وشاغل فكرك بمية موضوع في بعض أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا الأجواء برضو على المستوى المالي ضغط برضو عليك متطلبات ومصريف والتزامات وبرضو ما تسمح لحد إنه يغشك أو يخدعك أو يستغلك بالفترة هاي الأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع المصريف أو الضغط المالي أو الاستغلال بمعنى آخر ما تخلي حد يستغلك وما تخلي حد إنه يحاول إنه يعني يخرب عليك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص داخل البلاد ممكن تقوم برحلة أو نشاطات كثيرة خلال هذا النهار واتصالات وممكن يكون لك علاقة أو تعاون ما بينك وبين أخ أو جار الأهم إنك أنت تحذر من أي شيء إلو علاقة بالمواجهات أو بالعصبية أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء هنا تقريبا نقدر نحكي يعني أحسن شيئا ما مستقر شوي على مستوى البيت رغم إنه في أشياء هيكي مش جاي مثل ما بدك في سوء تفاهم في ضغط ممكن خلاف هيكي حساسية من موضوع معين ولكن الأمور مش مش منفرة كثير يعني بالعكس يعني البيت ملاذ آمن بالنسبة لإلك أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا منرجع للأحبة ما زالت الأجواء ضاغطة وخصوصا وجود المريخ وأورانوس فيه البيت الخامس بيت الحب بيت الحبيب بيت النزوات بيت الفكر بيت الأبناء هدولا كله خصوصا موليد العشرية الأولى وثانية هدولا أنت مضغوط فيهم حاول قدر الإمكان إنك أنت تتنفس شوي حاول أنك أنت ترتب أمورك بشكل عقلاني ما تخلي هذا الضغط الكم الهائل من هذا الضغط يظل مسيطر عليك وما تحاول تفرض سلطتك حتى على اللي حواليك وخصوصا الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا تختلف تماما يعني في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل ممكن أنك أنت تستفيد منها ولكن دون غيابك عن العمل وبرضو دون استفزاز زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن تحقق إنجازات إذا أنت استغلتها بشكل جيد بتكون لمصلحتك يا عمل جديد يا إما بتفكر في موضوع عمل معين يا إما بالعمل ممكن تحصل أشياء أما بالنسبة للبيت السابع فهنا منيجي على بيت الشراكم يقول لك دير بالك من أي نقاش أو حوار أو صوت فهما بينك وبين الشريك أو الزوج أو أنه حتى بالأمور القضائية ممكن يعني يستجد أمر على قضية قضائية أو على مسألة قانونية أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على كل شيء قديم ذكرياتك ما شاء الله غيبياتك ديون قروض كلها هاي حاضرة معاك ممكن تجدولها وترتبها عندك قدرة لإدارتها كلها هاي الأمور حتى لو استفزتك أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا الأجواء بتروح على الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى بالأمور اللي إلها علاقة بالدراسة الجامعية كل الأمور جيدة ودعمة لإلك بقوة وهذا الإشي بساعدك أكثر من الفترة الماضية ممكن أنك تستفيد من نقاط إذا صبرت كمان يوم بتكون الأجواء أحسن وأحسن ولكن اليوم برضو مميز أما بالنسبة لبيتك العاشر اللي هو بيت السمعة ماشي اليوم ممتاز جدا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وممكن ينتبهلكوا كمان المسؤولون ويقدروا جهودكو أهم شيء أنك تقدم أفضل إشي عندك ما تتهرب من المسؤوليات المكللة إلك أو من أداء الواجب لأنه ممكن تضر بمصالحك بأنا بدعوك لاستثمار كل فرصة جيدة أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا من لاقي الأمور أحسن وأحسن يعني رغم أنه في خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو المعارف بكون خلال هذا النهار أو ممكن تتناقش بمسألة مع صديق فما يعجبك تحليله أو تستاء من تصرفاته الأجواء ضاغطة فعشان هي كم يقولك دير بالك انتبه للنقطة هاي ولكن إجمالا يعني ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب يعني آمن برضو شيئا ما بيحميك صحيا وجسديا ممكن تنجز بعض الأمور بشكل قوي وممكن تهتم ببعض الشؤون بشكل جيد كزيارات مثلا أو عيادة مريض أو الاهتمام بصحة أحد الأحبة أو حتى بصحتك الأجواء جيدة برج الدلو طبعا اليوم الأجواء جيدة جدا وخصوصا أنه زوايا التثليث كلها جاية عندك من برجك صحيح أنه الشمس للسماء أسقطت نورها بالكامل في ناس شعرين ببعض الإحباط ولكن نور القمر اليوم يعني تقريبا بيغطي مسافة كبيرة من موليد برج الدلو فعشان هيك موليد برج الدلو إجمالا غير موليد العشرية الأولى بس موليد العشرية الأولى ما زالوا بشعروا بنوع من أنواع الإحباط أو الملل أو أن الأمور مش ماشية مثل ما بدهم ولكن باقي موليد برج الدلو اليوم أحسن من الأيام الماضية يعني يعتبر من الأيام المميزة حاولوا تستغلوها وتنطلقوا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا برضو على المستوى المالي بتحمل بعض المكاسب المالية أو الفرص المالية أو الاستثمارات أو مثلا حل وضع مالي معين يعني بتهتموا بالأمور المالية وبتكون لصالحكم ممكن يعني إيشي الأعلاقة بالهدايا أو الجوائز أو المكافآت يكون ظاهر على الساحة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والحوارات والنقاشات وسرعة البديهة وقدرة التواصل وعلاقتكم مع الإخوة والجران كلها هي ممتازة بتدعمكم بشكل قوي فحاولوا تستثمروها في منك رح يتم بموضوع الاعلاقة بالسيارة أو الاعلاقة بالهاتف بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع هنا التركيز الضغط رجع على البيت فديروا بالكم من المسائل العائلية أو المشاكل العائلية أو البيتية أو إهمال وضع عائلي معين ممكن يصير فيه عطل معين مثلا أو اهتمام بجراء معين بتعلق في أحد أفراد العائلة بتكونوا تهتموا فيه أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيد جدا وعندكم رغبة شريحة جدا اليوم للتواصل مع الحبيب أو مع الأحبة أو حتى بالنزوات والمغامرات فيه منكم رح يفكر فيه يعني المرح عالي جدا يعني اليوم النفسية أحسن بكثير من الأيام اللي مضت ممكن يكون لكوا اهتمام في مواضيع لها علاقة بالأدب أو الفكر أو حتى بالأشياء الخيالية الأجواء برضو دعميتك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السادس فهون الأجواء بتضغط على العمل فعشان يمكن يتراكم بعض الأعمال عندكم ما تقدروا تنجزوا أعمالكم بالكامل وممكن يكون لك اهتمام ببعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ممتازة جدا وبالعكس اليوم يعني الاهتمامات عالية جدا ما بينك وبين الشريك فممكن تنجز بعض الأمور أو تتواصل أو مصالحة أو تلطيف أجواء بشكل قوي الأجواء جيدة وداعمة لتوطيد علاقة نالها شوية التعب بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثامن فهون الأجواء بتركز على الأمور الغيبية وعلى المسائل اللي إلها علاقة بالقروض والديون والمسائل المالية المشتركة الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها ممتازة وخصوصا يعني إنه الأمور الكواكب بوضعها أساسا بتحسن الوضع المالي ممكن تهتم ببعض الشؤون الغيبية أو ببعض الشؤون المالية أما بالنسبة للبيت التاسع جامل من على التاسع ما بدي أنسى شيء ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة بالنسبة للبيت التاسع فطبعا هنا من ركز على أمور إلها علاقة بالسفر البعيد والتواصل البعيد والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الدراسة الجامعية أو الامتحانات أو المقابلات فاليوم تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان لا تستسلم بالكرر المحاولة وثابر حتى تصل لهدفك هذه الفترة تعتبر من أفضل أيام اللي ممكن تيجي عليك خلال الفترة بترتفع نسبة الحظوظ عندك وممكن اليوم تخون برحلة أو تشارك في احتفال أو تناقش بموضوع أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا الأجواء أحسن برضو بتساعدك في بعض الأمور على مستوى بيت السمعة فأهم شيء أنك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين وما تدخل بأشياء مشبوهة أو أشياء تشوه سمعتك باقي الأمور كلها ممتازة جدا على مستوى العمل وزماء علاقتك مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل إذا دومت بوقت طبعا وإذا ما اختلقت المشاكل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة باللقاءات الاجتماعية فممكن اليوم تنشط اجتماعيا يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء كل الأمور ممتازة ولكن أهم شيء أنك أنت تركز بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا نقول لك يعني الأجواء أحسن من الفترة الماضية ولكن موليد العشرية الثلثة أكثر الأشخاص اللي بدهم يهتموا أنه ما يأمنوا شر أي أشخاص بتعاملوا معاهم ما تكشف سرك ما تحاول تفضفض بشكل مبالغ فيه حاول تركز أمورك بشكل جيد وإن شاء الله الأمور كلها بتكون لصالحك برج الحوت طبعا الحوت الأولى هم لأكثر ناس بشعروا بالضغط بشعروا بنوع من أنواع التوتر بشعروا بنوع من أنواع القلق الأمور مش ماشي معهم مثل ما بدهم هذا كله طبعا بسبب أن الشمس موجود في بيت المتاعب موليد العشرية الثانية الثالثة لا الأجواء أحسن نفسيتهم ألطف سهل جدا أنهم يشحنوا حالهم بطاقة إيجابية رغم عركزت بعض الأمور إلا أنهم أحسن كمان يوم الأجواء بتصير أحسن وأحسن كمان أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا الأجواء بتتركز على الأمور المالية ممكن اليوم تهتموا ببعض المسائل المالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم فالأجواء تدعمك بشكل قوي وتحقق من خلالها إنجازات كبيرة وتكون لمصلحتك في منكم ممكن يتلقى دعم معين أو هدي أو جائزة مكافأة أو سداد دين أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا الأجواء بتركز على موضوع الاتصالات اتصالات، تنقلات، سفر، حوارات، نقاشات أهم شيء تديروا بالكم من صرقة أمتعاتكم أو من عطل يصيب التليفون أو السيارة مثلاً أو تهتموا بالسيارات أو حتى نقاشات حادة أو تفقد السيطرة على نفسك بالعصبية حاول هدول الأمور إبعد عنها وخصوصاً إشي العلاقة بالإخوة والجيران برضو بدك تركز عليه بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا الأجواء على مستوى البيت يعني فيها نوع من أنواع الضغط بس مش هالضغط الكبير بالعكس الأمور اليوم ألطف شوي ومستقرة شوي لدرجة أنه بتقدر أنك أنت تتجاوب معها بشكل جيد فممكن تهتم بمساء العائلية وممكن تهتم ببعض الشؤون العائلية الأجواء تقريباً مريحة مش مثل الضغط اللي كان في الأيام الماضية ممكن يظهر عطل خلاف نقاش بس مش بالشكل القوي أما بالنسبة للبيت الخامس لا أهوان البيت الخامس دك تحذر طريق التعامل مع الأحبة تحديداً لأنه هي ممكن تسبب لك خلاف أو نقاش أو حوار أو سوء تفاهم أو أمور إلها علاقة بردات الفعل لا تهمل علاقتك بالأحبة بشو مكانة الظروف أما بالنسبة للبيت السادس إلا أجواء جيدة ممكن تنجز أعمالك بالكامل وعندك قدرة لإنجاز الأعمال وفي منك راح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة مثلاً يعني بالصحة يعني مراجعة طبيب أدوية علاجات أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فهنا البيت السابع أحسن وأحسن وهذا بزيد من التوطيد العلاقة ما بينك وبين الشركاء فممكن يحملك مصالحة أو تقارب أو تعاطف الشريك معك حاول قدر الإمكان أنك أنت تقابل بالمثل ولكن إذا كان في مشكلة ما بينكم وخصوصاً العلاقات الضعيفة يعني ارجع خطولة وراء أو اثبت مكانك ولكن ما تدخل بالمواجهات أما بالنسبة للبيت الثامن طبعاً اليوم بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض لا تهملوا صحتكم ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض ما ممكن تناقش موضوع مهمة وتعيش امتحانات صعبة عالج الشؤون الإدارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة هنا على مستوى قلق على شخص خارج البلاد أو موضوع سفر أو موضوع حلول لبعض المسائل بتتعلق بأشخاص خارج البلاد اللي عنده برضو امتحان جامعي أو دراسة أو سفر بده ينتبه بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض على أساس أن الأجواء مش لصالحك عشانك ما في داعي للمجازفات بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيت السمعة الأجواء جيدة ودعمتك فممكن تنجز أعمالك وممكن تسمع كلام إطراء أو ثناء على بعض الإنجازات خلال هذا اليوم يعني نظرة رؤسائك بالعمل لإلك جيدة وبرضو الفرصة جيدة للي حابب يقدم العمل جديد أو يتعامل مع مؤسسة كبيرة اليوم مميز جدا لا لكم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى الصداقات والعلاقات جيدة جدا فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء موليد العاشرية الثالثة إذا حصل توتر أو خلاف أو نقاش ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو أحد المعارف حاول تضبط أعصابك ما في داعي للمواجهات بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 بيتك 12 عفوا ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو تقوم أنت بزيارة مريض مثلا أو عيادة مريض أو أنت تراجع الدكتور مثلا أو أنه قلق على صحة أحد الأحبة يعني الأجواء فيها ضغط ما أنا بنصحك أنك ما تدخل أماكن مشبوهة أو أماكن مضغوطة مشحونة سياسيا عسكريا أي شيء هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا